المنظمة الشبابية لحزب تكتل القوى الديمقراطية تندد في بيان صادر عنها بالأحكام القضائية الصادرة في حق بعض الشباب الموريتانيين واصفة إياها بالجائرة وقالت منظمة التكتل في البيان الصادر عنها إن الشباب المحكوم عليهم بالسجن لم يقوموا بسوى ممارسة حقهم القانوني في الاحتجاج السلمي منددة بما سمته التلاعب بالقضاء والكيل بمكيالين وكانت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية قد دعت إلى إطلاق سراح ناشط حركة 25 فبراير حيث أصدرت بيانا مشتركا وقعه كل من حزب تكتل القوى الديمقراطية والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل واتحاد قوى التقدم وحزب التجديد الديمقراطية وقد حكمت محكمة الجناح في ولاية نواكشوط الغربية الثلذاء الماضي بالسجن سنتين نافذتين على ذلاثة من ناشط حركة 25 فبراير فيما حكمت بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق ناشطين اثنين وبرأت آخرين وكانت المحكمة الجزائية بنواكشوط الغربية قد حكمت بالسجن ثلاثة سنوات نافذة على الناشط بالحركة الشيخ بايول الشيخ محمد بعد رميه بحذاء نحو وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين والشيخ وقد احتجت حركة 25 فبراير على الاحكام الصادرة بحق ناشطيها وطالبت باطلاق سراحهم بشكل فوري فيما دان بعض الكتاب الموريتانيين تصرف الشيخ بايول الشيخ محمد معتبرينه تصرفا غير لائق بالكتاب والصحفيين ويتنافى واخلاق وعادات المجتمع الموريتاني وأكد الكتاب في بيان صادر عنهم أن التعبير بالقلم والكلمة يظل الوسيلة الوحيدة لدى الكتاب والصحفيين وما سوى ذلك يعتبر مرفوضا